هل تعلم؟ دورة حياة النحل هل تعلم من أين يأتي العسل؟ من النحلة النشيطة تسكن خلية النحل ملكة واحدة ونحلات عاملات وذكور النحل البيض تضع ملكة النحل من ألفين إلى ثلاثة آلاف بيضة في اليوم الواحد وتضع البيضة عاموديا لمدة ثلاثة أيام اليرقات البيضة تغذيها النحلة العاملة لمدة خمسة أيام ثم يغلق البيت عليها وقد أصبح لديها ما يكفيها من غذاء فتصبح اليرقة ممتدة طولياً وتبدأ في غزل الشرنقة المرحلة الانتقالية طور العذراء بعد غزل اليرقة للشرنقة يبدأ ظهور الأعين وقرون الاستشعار وباقي الجسم وتستمر هذه الفترة بين أربعة وثمانية أيام النحلة الكاملة وبعدها تخرج الحشرة الكاملة وتقرض الغطاء الشمعي وتسحف للخارج وتنضم إلى صديقاتها النحلات لتنتج العسل المفيد هل تحبون العسل؟ إلى اللقاء اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة